عند المسألة هنا بتقولي ان جانا بتصمم عقد من الخرز وبتربط الجواهر بتاعتها او الزينة بتاعتها بالنسبة معينة جوهرتين باللون الايه؟ الاحمر الى اربعة من لون البني عشان هي وعايزة توصل الاربعة وعشان ايه جوهرة اجمالية عشان تكمل العقد بتاعها تعالوا نساعدها تكمل العقد بتاعها نشوف هنا بدأت الاول عدد الجوهر الحمراء كان اتنين والجوهر البنية حسب اول الصفة عندي هنا اربعة فالاجمال كده كان ستة هعمل مجموعة تانية لما اعمل مجموعة تانية هيكون في عندي كم واحدة حمراء هيكون عندي هنا مجموعة تانية بقى في اتنين تانيين يبقى كده كم هيبقى عندي اربعة احمر طيب والبني اربعة هكرر له مجموعة تانية بقت كده كم بقت تمانية اربعة واربعة تمانية والستة وستة كمان بقت اتناشر طيب وصلت لي هنا عدد الجوهر البنية اتناشر معنى كده أنها عملت مجموعة 3 يبقى 8 و 4 و 12 يبقى هعمل 4 مجموعة 3 يبقى كم كده؟ هتبقى هنا 8 ولا 6 هنعمل أقرر 2 2 2 هتبقى 6 أول أسهل لكم نستخدم المضاعفات زي ما اتفقنا 2 في 3 عشان دي تكرار لتلات مجموعة يبقى 6 4 في 3 و 12 عشان أحفظ على نفس النسبة يبقى 6 في 3 بكامل هنا هتبقى 6 في 3 في 18 نيجي المجموعة الأخيرة وصلت الـ 24 يبقى قرارة النسبة دي كم مرة ضربة 6 في كامل 6 في 4 24 وعشان أحفظ على النسبة يبقى 4 في 4 هتديني كم كده؟ 16 و 2 في نفس الرقم اللي ضربت فيه أو 2 في نفس المضاعف اللي ضربت فيه 2 في كامل؟ 2 في 4 هتديني كده كامل؟ هتديني 8 طيب تعالوا مع بعض يتأكد من الحل بتاعنا ده؟ فعلاً الإجابة بتاعتي إجابة صحيحة تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن